عرفت منين بي دكتور يعني ايه اللي بيدل بقى تعالى نمسك القصة نفصصها كده حتة حتة قولي ايه اللي انت حسيت بيه لأ بنت دي لازم اتعالك عند اين نقطة عند النقاطة ان هي تعمل اتنين او بكلمة اتنين وعشرين يعني واحدة عامة اتنين وعشرين مدرس بتاعها بتعملي ايه اه ما عندهاش مشكلة ان هي تجرح اي حد دي الحتة اللي انا فكرت فيها ازاي بنت صغيرة ليه شي لالسواد ده هي اخدت ايه يعني هما تدولها ايه فهي ردتولهم ايه اكيد تدولها حاجات زي كده عدم اهتمام وخلي بالن ان مش الام لما تبعت وتقول انا دلوقتي بنتي عندها كذا وكذا فاحنا طبعا مشخين على ان الام بتقول هذا الكلام وهي متأثرة ولكن هي متأثرة بعد ايه احنا مرضنانش وهي صغيرة عدم اهتمام كان تفضيل حد اكتر منها اتحرمت من حاجات قد تكون برضو الام والاب يعني ما الهمش دور فيها انها ما اتحرمت من حاجات كان نفسها انها يتحققها في حاجات كمان من ضمن الامور اللي هي مثلا بتتفرج على حاجة او دي بنكلم بها الاهل حتة الرقابة وانا بتفرج على بعض الافلام ولا بعض المسلسلات احبت رقمت شخصية حاجة معينة حبت فيه حبت يمكن الجانب الشرير وعلى فكرة يعني انا بيجي لي حاجات اولاد احيانا ممكن ولد صغير بيكلمني بيقول لنا عايزة بقى شرير ولد بيقول هو عايزة بقى شرير اه فانا لما سألته حاولت عايزة بقى الطيور عايزة بقى زورة اه عايزة بقى شرير اه ليه بتحب يا ابني كده اه اصلا انا حبت اجيبها له من مدخل معين فبقول له ايه طب ايش انت بشوف الخير بينتصر على الشر في الاخر في اي حاجة بتفرج عليها قال لي اه بس الشر بينتصر طول الحلقات والخير بينتصر في الاخر فلفعت نظر الحاجة مهمة ممكن برضو الناس تخلي بالا منها صنعة درامها حتة ان انا ما خليش الشر عمال ينتصر فعلا طول الفيلم او طول المسلسل ويجي الخير في الاخر مثلا خلاص اتقبض عليه او تساجن او اتعامل مش عارف ايه فبالتالي احساسي ان ده البطل الهيرو طول المسلسل او طول التمثيلية او طول الفيلم ولكن في الاخر الخير هو انتصر عليه من الواحدة طبعه لازم تبقى دي قصة لازم يبقى فيه شر عشان الخير ينتصر بس نخلي برضو الشر ده مش طول الوقت هو اللي زكي وهو يعني مش طول الوقت دايما نحجر عشان كده بقول للبنت مايبقاش الشر ان او دمو خفيف او مكمل او انه احنا احنا مدينو دور البطل دور البطل هو الشبير الخير بيظهر في اخر شطين فعلا فانا بالتالي البنت دي ممكن الولد دك ان عمدو كم سنة الولد دك ان عمدو عشرة سنين وبيقول هذا الكلام وقاله وقابو ليه علشان بيه افكاره كده طول الوقت مش دي مش دي الفكرة الوحيد عنده افكار كتيرة طول الوقت بيكلم في حاجات زي كده ايه بقى يعني اقول لي عايزة شوف كده يعني مثلا امتى نودي عيالنا لدكاتر نفسي يعني اولا عنيف جدا بيستخدم عنف وهو بيقول لي احنا ما مرسناش عليه دور عنف ما كناش ما بيضربه عنف ايه بيضرب العيال يعني اه يضرب اخوات اه يضرب اخوات وكمان رغم انهم بيقولوا في البيت احنا ما بنعنفش مع حد فجاب الكلام ده طبعا من ايه من اعادته قدام الكرتون او ال بس اي طفل يبقى عنيف نودي لدكاتر نفسي العنف الزائد العنف الزائد والعصبية كمان الزائدة الطفل يبقى عصبي يا استيسة سالي عصبي من ايه ده ما عاروش اي ضغوط في حياته ده وحياته عشان يلعب بس فيه طفلك الادية كده لا ده ما ينفعش يعني الكباية مش عارف يشرب من ايروح رميها من اعنف لا ده يحتاج ده بجد اه طبعا يحتاج تعديل السلوك لان طبعا ده تصرفات هكون الاهل مش عارفين ان يزبطوا طريقة التعامل معايا مش عارفين ان يزبطوا حتة الافتر احنا سعب بنتحك يا دكتور ان هو الاخل قديق تخيل الولد طلع عصبي هيزودها اكتر لان انا بتحك لان انا بتحك على التصرف اللي هو بيعمله او انا شايف ان هي حاجة حلوة فبيزودها اكتر هيجي عند مرحلة معينة انا هبقى متضايق منها لان هو زودها وهو الطفل مش هيفهم هي دي حاجة حلوة على الوحشة ما نتضايق ما نتفرح فرحت اوقات سريبت اجينات ممكن تبقى اجينات بس برد في الاخر وفي الاول لما تزيد عن حدها لازم ان انا اقومها خاصة ان احنا حتت ان احنا نضحك على الحاجة الغلط وعلى ان نرجع ايه ننتقد الحاجة الغلط او نزعقه او نعنفه بتعمل لغبطة عنده هو مش فهم طب اذا كان دي غلط انت حكت عليها طب او شاهده في السن ده اللي هي مش فهمه بتعمل ايه لا شاهده كمان فهمه شاهده خلاص اصبحت فهمه او ما لقيل انتو مستهونين بيا انا مش عارف ايه ازاي هي اصبحت فهمه خلاص هي وصلت لرجة بلسانة بقولت تراصب يعني تدعيات الماضي او الحاجات اللي هي عاشتها في الماضي ما هي نتيجة ايه المفهوم الزاتي اللي عندها لتشكل في حيث ان انا عندي الشر ده نتيجة حاجتين يا اما خبرات سابقة يا اما تربية وهي مرت بالحاجتين اللي هي التربية بتاعتها والخبرة اللي هي اكتسبتها من خلال الحاجات اللي بتشوفها وخلي بقى لحضرتك هي لما نكحت مرة واثنين وثلاثة بقى عندها خبرة في دي يعني مش شرط الخبرة دي لازم دايما تكون جالب الخير ممكن واحد لصي بقى عنده خبرة في اللي هو بيسر وهي هي خدت خبرة في ان انا ازاي اول مرة ممكن تكون ما اتقنتهاش قوي واستعدت تاني مرة فهي تتدرك اخطاقها مع الوقت فالعمالة بتنجح معها قوي يعني بتحقق لها الحاجة الرغبة اللي هي عندها كمان عايز اقول على حاجة استاذ سالي في حاجتين مرتبطين معنا دايما هم اللي بيخلونا نتعامل في امور مختلفة ايه هم حتة اسمها الالم حاجة اسمها الالم وحاجة اسمها المتعة يعني ايه انا لو عملت شيء امتعني انا عقدي الباطن طبيعي هيحب اني انا اعمل حاجة دي مرة تانية والله حتى لو غلط حتى لو غلط احنا معمول احنا الحاجة دي موجودة جوانا عشان نعمل الصح بس احنا بناستخدمها في الغلاط لانه هو ممكن يمتعنا فبالتالي ده اشعرني بلزة او بمتعة هعملها تاني الحاجة اللي بتقلمني او الحاجة اللي انا لقيت منها تعنيف هلقيت منها مشكلة حصلتلي هلاقي نفسي تلقائيا بابتعد عنها فبالتالي هي ايه اللي حصل معاها ما حصل لهاش اي مشكلة ما حصل لهاش اي تعنيف محدش وقف ضدها في حاجة فبالتالي هي مستمتعة بهذا الدور اللي هي بتلعبه ومستمتعة باللي هي بتستهزأ بمشاعر الاخرين دي في حد ذاتها عملت لها متعة ومتعة زائفة